السلام عليكم مميزات الـ iOS 16 مقتبسة من الـ Android 13 سخرية من المستخدمين وستخدمية الـ Android إلى آخره كل هذا وأكثر سوف تشاهدينه إن شاء الله في هذا الفيديو ولكن قبل أن أتمنى منكم دعم القناة بقوة بالضغط على الزر الشراء وفعل زر الجرس واختر الكل وتوضع أولو تابع الفيديو حتى النحاية مثل كل عام وبعد الإعلان عن الآيفون الجديد تنهل الاتهامات على شركة أبل من قبل مستخدمين وعشاق الـ Android بأن أبل تقتبس مميزات هواتف الـ Android وتنقلها إلى الآيفون فماذا يتهمون الآيفون هذه المرة؟ أولا الشاشة الثانوية قدمت أبل مع الآيفون الجديد ميزة جديدة في الشاشة أطلقت عليها الـ Dynamic Island وهي الشاشة أفقية أعلى الشاشة الرئيسية لعرض المكالمات والإشعارات وبعض المهام وهي ميزة جميلة وعملية مستخدمون إندرويد يقولون إن الفكرة مختبسة من هاتف الـ SG-V10 الذي أطلقته الشركة قبل سبع سنوات في عام 2015 ورغم أن فعلا الـ SG قدمت هذه الفكرة وكررتها مع هاتف الـ V20 لكنها لم تطبقها بالشكل العملي ثم استغنت عنها راحقا ورغم أن LG صاحبة الفكرة الأولى لكن يحسب لأبل أنها طبقتها بطريقتها الخاصة وبطريقة عملية أكثر إفادة ثانياً النوتش والثقب كان مصير النوتش لا شك الزوال وحتى لو تأخرت الشركة بالاستغناء عن النوتش واستبداله بالثقب إلا أنها خطوة جيدة وفعلتها بطريقة مشجعة يقول مستخدمون إندرويد أن الثقب مقتبس من هواتف الإندرويد والتي ابتكرتها سامسونج وطبقتها هواوي لأول مرة مع هاتف نوفا 4 ثالثاً العرض الدائم أو الأولويزون ديسبلي سخر مستخدمون إندرويد حين أعلنت أبل إضافة ميزة الأولويزون ديسبلي في الآيو وي 16 مع الهواتف الجديدة بعائلة آيفون 14 وهي ميزة لعرض التوقيت وبعض المميزات دون الحاجة لتشغيل الشاشة قائلين أن هذه الميزة متوفرة في هواتف الإندرويد من سنوات طويلة رابعاً معدل التحديث الديناميكي للشاشة كان مستخدموا إندرويد يتمتعون بميزة معدلة أو بميزة معدلات التحديث الديناميكية للشاشة حسب طبيعة الاستخدام وأطلقت الشركة اسماً جديداً للميزة وهو بروموشن وتم تقديم الميزة وكان التحديث بين 24 هيرز و120 هيرز الآن خفضت التحديث إلى 1 هيرز بسبب ميزة Always On Display لحفاظ على بطارية وأما مستخدمون إندرويد يتهمون الشركة باقتباس الميزة القديمة في هواتف الإندرويد خامساً وأخيراً استكشاف الحوادث واحدة من المميزات المهمة لمساعدة الضحايا وقد أضفتها الساعة أو ساعة أبل الجديدة ويقول مستخدم إندرويد أنها موجودة في تطبيق لجوجل صدر عام 2020 مع ميزة الكار كراش ديتكشن وهي ميزة تستشعر السقوط والحوادث وتجري اتصالاً فورياً بالطوارئ لوحدها دون تدخل وذلك عبر حساس للاستشعار بالسقوط كيف وجدتم هذا الفيديو عزيزي الكرام وكيف وجدتم هذه المميزات للآيو 16 المقتبسة من الإندرويد 13 ما رأيكم وأين هم مستخدمي الإندرويد وأين مستخدمي الآيو اس أو الآيفون شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة أحبكم في الله مع السلامة